اهلا بكم مشاهدي الكرام في عدد جديد من ربع ساعة في البداية اريد ان اهنئ الشعب الجزائري الكريم بعيد الفطر واتمنى ان يعيده الله علينا وعلى جميع الجزائريين بالخير والامن والسكينة لماذا السكينة والامن طبعا الخير ايضا شيء جميل ولكن اريد ان اركز على الامن والسكينة لانه في السنوات الاخيرة كان العيد يأتي في جو من القلق والخوف والرعب عشنا سنوات عجاف حيث كان الانسان او الجزائري او عدد كبير من الجزائريين لا يقضون يوم العيد مع عائلتهم خوفا من القتل او خوفا من الدبح الحمد لله الان الوضع الامني تحسن واصبحنا نعيش ايام العيد في هدوء وسكينة اتمنى ان تعمم وان تسود طول الدهر لماذا اركز على الامن والسكينة لانه في الفترة الاخيرة لاحظنا بعض النشطاء او احد النشطاء يدعو للأسف شديد الى ما يشبه استعمال العنف وانا لا اريد ان اركز على الشخص او اسمي ولكن اريد ان اتحدث عن ظاهرة عن ظاهرة يبدو لي يجب ان نواجهها بنقاش والبحث حتى لا تتعمم وحتى نضع الفرق نضع فرقا بين المطلب السياسي والمطلب عن طريق العنف في التسعينات يجب ان لا ننسى انه في التسعينات وكانت بوادر انفتاح ديمقراطي بدأت تظهر هكذا بدأ العنف بدأ بدعوات محتشمة من هنا وهناك لاستعمال العنف احدهم يدعو الى الجهاد احدهم يدعو الى القتال وكأننا في مجتمع مؤمنين وكفار وبدأ الجو يتدهر ويضطرب وحصل ما حصل وعشنا ما عشنا وشفنا الويل جميعا يعني كل افراد الشعب الجزاري عانوا من هذه الظاهرة يجب ان اتذكر ايضا ان بعض العقلاء في ذلك الوقت كانوا يدقون ناقص الخطر ويحذرون من الغلو طبعا لما يتحدث عن الغلو الغلو من اي طرف كان انا لا اريد ان اركز على جهة معينة او شخص معين اي غلو هو فيه مذرة اي تطرف فيه مذرة اي تعصب فيه مذرة ولما المجتمع يكون في تحول ديمقراطي سياسي يجب ان نستغل هذا التحول بالطرق السياسية بالطرق السلمية وليس عن طريق العنف اتذكر في هذه اللحظة واحد من الذين دعوا الى استعمال العقل والى الهدوء والى عدم الغلو وعدم التطرف وهو المرحوم الشيخ محفوظ نحناح رب يرحمه ويساعله اتذكر لماذا الفرصة لانه في الليلة الظلماء يفتقد البدر وانا لا نتحدث عن جوانب دينية او سياسية نتحدث عن انسان عن الشخص لما الشيخ نحناح كان يقول ان الغلو سيؤدي بنا الى الحائط كان البعض يتهمه بانه رجل السلطة وانه عميل الى السلطة حتى ممارسة السياسة بطرق الهادئة وطرق العاقلة اذا صح هذا تعبير يتهم بالعمالة عمالة لمن؟ ليس للاجنبي ولكن للسلطة يعني يجب ان ندعو الى العنف والضرب والقهر والتحطيم والتخريب حتى نظهر باننا عبطال وباننا عندنا مواقف واننا مستخلون اما الذي يدعو الى استعمال العقل وليس القلب عواطف تستعمل في مكانها اما في تغيير الاشياء والحياة والعيش المشترك يجب ان نستعمل العقل واتذكر ايضا ربما نلاحظ جميعا كيف تخطى الاشقاء في تونس محنتهم باستعمال العقل لانه لم نرى رجلا مثل الشيخ الغنوش يدعو الى العنف لما شاف بانه دخوله الى السلطة يهدد الامن من سحب قال لن ادخل يعني ضحب مصالحه الشخصية من اجل مصلحة بلاده نحن للأسف ما رأيناش هذه النقطة وعشنا وضع صعب جدا فيه دماء وفيه خراب وفيه اموال وفيه جروح نفسية وجسدية الى اخير الان للأسف في 2018 نسمع بعض او طرف او شخص او ناشط سابق او فنان يدعو الى ما يشبه استعمال العنف من الحمد لله انه هذه الدعوة قوبلت بالتجاهل التام لانه الجزائريين جميعا ولا اتحدث عن منطقة معينة يعرفون انه اي حديث عن العنف لن يؤدي الا الى الدم والخراب والفوضى والموت ولا احد من الجزائريين ولا احد من الجزائريين نريد تجربة او اعادة تجربة المريرة التي عشناها في التسعينات لماذا يدعو مثلا هذا الطرف او هذا الشخص او هذا الناشط الى استعمال العنف هناك مطالب وبصراحة يعني مطلب الاحتراف بالامازيغية تحقق لم تحقق او المطلب الامازيغي لم يحقق ما حققه الا في هذه السنوات الاخيرة هناك كان في الستينات والسبعينات نوأ من القمع كان هناك قمع نعم كان النظام مغلق ويقمع اي شخص يطالب بمطلب معين امازيغية او امور اخرى وكان يتم استعمال العنف والقوة والقهر والسيجن وهذا معروف في الثمانينات تحسنت الامور كثير مع المرحوم الشدي بجديد ولاحظنا نشاط لاحظنا انفتاح من السلطة على المجتمع وايضا انفتاح من المجتمع على السلطة وكان هناك نوع من التعايش وتم الانتقال بهدوء وسلاسة الى ان وقع ما وقع في نهاية التسينات الان حقق المطلب الامازيغي كل ما كان يطالب به واصبحت لغة وطنية ورسمية ويوم الاربع القادم 18 جوان سيدرس البرلمان مشروع اكاديمية الامازيغية وهذا لم يتحقق بكل صراحة من قبل هناك لا اقول اكتفاء ولكن هناك رضا هناك مطالب تحققات اذا لماذا نطالب باستعمال العنف لتحقيق هذا المطلب مطلب تحقق ومن حسن الحظ والحمد لله انه تفطن الناس الى ان الهدف ليس هو الامازيغية ولا هم يحزنون انا لا اريد ان شكك في نواي الناس ولكن استعمال العنف في غير محله دعوة الى التسلح في غير محله لا يوجد هدف لهذا المطلب لما يكون هناك مطلب يجب تحقيقه بطرق سلمية بطرق الهادئة بطرق القانونية لما لا يتحقق هذا المطلب نتحدث عن امر اخرى لكن هذا لم يحدث الدستور الان يحترف بهذه اللغة وقوانين سارية وربما هناك نقص هذا عادي يعالج بطرق العادية وليس عن طريق العنف اذا هذه الدعوة في الحقيقة راها خطيرة لكن ما يخفف من خطورتها ان المجتمع رفضها وتجهلها في كل مناطق الجزائرية بدون استثناء حتى الذين كانوا يدعو الى تطوير المطلب الامازيغي تجهلوا هذا المطلب ورفضوه ورأوا فيه بعدا خطيرا لا يمكن ان يقبلون به حفاظا على وحدة البلاد واستقرارها يجب ان نرى الوضع الداخلي في اي بلد غير معزول على ما يجري في بقية مناطق اخرى في العالم ما يحدث في الجزائر يجب ان نربطه بما يجري في ليبيا وما يجري في مالي وما يجري في شرق الاوسط وما يجري في سودان وما يجري في بلدان اخرى وكل تجارب التي انحرفت عن الخط السياسي والسلمي والقانوني ولجأت الى العنف تعيش وضع رهيب يعني فاضيع خراب مالي خراب قتل دماء فساد جروح غائرة تدهر ووضع امني الاخير في ليبيا جحيم يعني في الارض تمنى ان يخرج منها الاشقاء في ليبيا بسرعة في مالي وضع خطير في مناطق اخرى ايضا في السودان تفكك السودان وايضا في جنوب السودان تمرد حتى في جنوب السودان يعني لا يمكن الا ان نلاحظ ونستفيد من هذه التجارب ونبتعد قدر الامكان عن كل ما يسيء او ما يؤدي الى اطارة المزيد من الفوضى والبلبلة ربما يبدو مصطلح البلبلة يعني لغة خشب ولكن مش لغة خشب لانه البلد استقرار هذا البلد مهدد ومستهدف ولا يمكن اخفاء هذه النقطة واستغل هذه الفرصة لاربط بين محاولات زعزعة البلد وهي محاولة اظن لم يلتفت اليها الكثيرون وحاول ان افهم هذه النقطة وهي قضية اتهامات المغرب لبوليزاريو بتلقي اموال من جهات اجنبية هنا من هنا من الجزائر ولحد الان لا يوجد ما يؤثير او ما يؤكد هذه التهمة يعني التي اراها سخيفة لكن يجب ان نفهم لماذا قيلت في هذا الظرف او في ذلك الظرف وهي عندها ربما اقل من شهرين وما هو الهدف منها وكنا تحدثنا في وقفات سابق على هذه النقطة لا يمكن ان نبعد هذه النقطة عن ما جرى في الشرق الاوسط فيما يخص ملف ايران اليمن سوريا وايضا هنا في المغرب العربي في الملف الليبي المواقف الجزائرية معروفة من هذه القضايا وابقت مستقلة وتحافظ الاستقرارها فاريد لها ان تجر الى منطقة اضطراب لانه مثل هذه التهمة التي وجهت الى الجزائر قد توثير حفيظة بعض الدول اذكر منها مثلا المملكة العربية السعودية اللي عندها مشكلة كبيرة مع ايران اذن الزج بالجزائر في هذا الموقف يعني انه راح يثير حفيظة بعض الدول وممكن هذه الدول ممكن يعني تحاول الضغط على الجزائر تحدث عن دول اخرى يعني عربية او غير عربية لما نضيف لها نقطة من هنا في الجزائر تدعو الى استعمال عنف فيجب ان نتساءل يعني ما هو الهدف من هذه النقطة مدام المطلب الايامازيغي تحقق مدام هناك رضا وان كان مهوشتام ولكن هناك احتراف بان ما تم تحقيقه في سنوات الاخيرة لم يكن احد يعرى انه سيتحقق بهذه السرعة اذا فلماذا نطالب استعمال العلم لتحقيق هدف تم تحقيقه بطريقة عادية مفتوحة ولا غبار عليها انا لا اريد ان انتقد او ان اتهم ولكن اريد ان اصف وضع الشخصية وهذا الناشط الذي دعا الى هذا المطلب وانه مقيم في فرنسا معروف انه مقيم في فرنسا وينشط في فرنسا ويتنقل في اوروبا وفي كندا وفي بعض الدول غير الاوروبية مثل المغرب ومعروف انه زار اسرائيل وهو يستعمل يعني المطلب الامازيغي لتحقيق اغراض غير واضحة اريد ان اود الى التسعينات ربما البعض من الشباب والعدد كبير من الجزائرين الشباب لا يتذكرون شيئا جيدا ما وقع في التسعينات لهذا لا يفهمون معنى الحرب ومعنى الدمار ومعنى الخراب ومعنى الدموع ومثل ما يقول المثل الفرنسي على الذين يريدون معرفة معنى الجحيم ان يكونوا او ان يسألوا الذين كانوا هناك اذا اردت ان تعرف ما هو الجحيم فاسأل واحد كان في الجحيم ويقول لك ما هو الجحيم وما هو الخراب وما هي الحروب ما هو الدمار الى اخيرها في التسعينات وكانت الجزائر تمر بأزمة أمنية خطيرة جدا تم الشروع في إضراب المحافظ في منطقة القبائل الذي دعا إلى هذا الإضراب هو سيد فرحات مهني هو نفس الذي يدعو الآن إلى استعمال العنف سيد فرحات مهني دعا إلى إضراب شل منطقة القبائل ثم تنقل مع أفراد عائلتي إلى فرنسا يعني الذي يريد أن يقوم بإضراب عليه أن يكون هنا ويناضل هنا هنا يعني يصبح عنده مصداقية ويصبح عنده رجع الصادة لخطابه لكن أن تدعو إلى إضراب وتشل المدرسة الجزائرية في منطقة بكاملها ثم ترحل أنت وأبناؤك إلى فرنسا وأبناؤك يدرسون هناك فمشكلة يعني هذه وينقصها نوى من المصداقية والصدقية أدعو إلى الإضراب هنا وابقى هنا الآن دعو إلى استعمال العنف يعني وهو يقيم في فرنسا يعني في يوم من الأيام أو أبدا لن يتلظى بنار أي تدهور أمني في الجزائر لأنه لا يقيم هنا الذي يريد أن يناضل يناضل هنا إلا إذا كان ممنوع ومعروف أنه فرحات مهني مش ممنوعة لأنه يطالب عنده مطلب أمازيغي الأمازيغية التي يطالب بها سكان المنطقة تحقيقت يعني الآن الأمازيغية أصبحت لغة وطنية ورسمية وقريبا هناك المحافظة السامية لأمازيغية شغالة وهناك أكاديمية وهذا شيء جديد سيتم نقصة في البرلمان خلال أيام إذن نحن نطالب أو نسعى لتحقيق حدف تم تحقيقه إذن يجب وضع نقطة استفهام علامة استفهام على هذه المحاولة لماذا أقول هذا الكلام؟ أقوله لأنه عشنا فترة تظهر أمني فضيعة فضيعة جدا وربما مثل ما قلت عدد كبير من الجزائريين لأنهم شبان ما يشوش هذا الفترة ما يعرفوش ماذا وقع يجب تذكرهم بما وقع مش عيب نذكرهم بما وقع اللي وقع مش سهل كبير وخطير ونتمناه من الله سبحانه وتعالى أن لا نراه مجددا لا من قريب ولا من بعيد وأن نركز جهودنا لتغيير أو لإحداث مطالب بطرق القانونية والطرق السلمية ليوفرها القانون في حال التعز في حال التجاول السلطات مثل هذه المطالب يمكن استعمال طرق أخرى قانونية أيضا وسياسية مثل الاحتجاج أو التظاهر إلى آخره هذا معقول جدا أما العنف فينبغي الإبتعاد عنه وعلى الجزائريين الذين عانوا منه أن يبتعدوا عنه وأن ينقلوا إلى شبان هول ما عشناه نحن الذين ربما سمحوا لي على تعب الكبار في السن وعشنا ويلات لا نتمنى أن يعيش أبنائنا بخض النظر عن هذه المنطقة أو تلك أو هذه الفئة أو تلك كل الجزائريين معنيين بهذه النقطة وأتمنى أن تكون هذه الرسالة قد وصلت لأنه تدهور الوضع الأمني يعني تدهور في الوضع الاقتصادي يعني تدهور في الوضع الاجتماعي يعني تدهور حتى في نفسية الشعب الجزائري النقطة الأخيرة التي أريد أن أركز عليها علينا أن نفرق بين السلطة والدولة إذا أردت أن تتقد السلطة نتقدها ولكن لا تتجر البلد إلى دعوة إلى استعمال العنف أو للأمن الحكومة أو السلطة تروح ويجي اليوم هذه السلطة موجودة غضو يجي حكومة أخرى غضو يجي حكومة مختلفة لكن الدولة باقية إذا راحت الدولة لن تعود بشكل الذي كانت عليه لهذا يجب أن نحافظ على هذا البلد ولا نشعر بالنقص لما ندعو إلى هذه اللغة لأنه هذا لا يعني أنه أو الدعوة إلى الحفاظ على الدولة لا تعني أننا نقوم يعني بين قوسين بالتشيط إلى السلطة أو للحكومة أو أننا ضد المعارضة بالعكس يجب أن نفهم بأن هذه الدولة هي ملك للسلطة والمعارضة ولكل الجزائريين وليست ملكا لأحد ولما نريد أن ننتقد السلطة يجب أن نحافظ على الدولة وننتقد السلطة لكن أن ندعو إلى استعمال العنف لمواجهة أو لأننا معارضون إلى السلطة فهذا خطأ في خطأ في خطأ وغلط في غلط في غلط نتمنى أن لا نرتكب هذا الخطأ مشاهدي الكرام انتهى هذا العدد من ربع ساعة على أمل لقائبكم في عدد قادم إن شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة